التقى السمو الشيخ منصور بن زايدان الهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم معاليفان بن تشينا رئيس الوزراء في جمهورية فيترام الاشتراكية الصديقة وذلك بمقر مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي يواصل فعالياته في مدينة اكسبو دوبي تناول اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجمهورية فيترام وسبول تعزيزها اضافة الى منقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطرق الجانبان الى اهم القضايا المطروحة على اجندة كوب 28 ودول هذا المحفل العالمي المهم في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخية